صور هذه الأمة متفاوتة فالوقت الذي تغلب فيه الصليبيون على القدس واحتلوا المسجد الأقصى وقتلوا وصلبوا وشسبوا ونهبوا كان وقت ضعف لهذه الأمة ثم جاء وقت القوة فجاء صلاح الدين فاتحا وحرر المسجد الأقصى بعد 95 سنة وقت مجيء هلاكو والتتار واحتلال بغداد وجريان الدماء على النهر ويلقاء الكتب في النهر وقتل مئة ألف مسلم ومسلمة في بغداد في يوم واحد هذا كان وقت استضعاف للأمة لكن عندما حصل الانتصار وجاء سلطان قطلس من نصر وانهزم التتار ودخلوا في الإسلام هذا كان وقت انتصار وهكذا شؤون هذه الأمة هذه مشرة جيدة دوائر الاستضعاف والنهضة يتلو بعضها بعضا ونحن الان طبعا واضحا أننا في ذيل الأمة أو في فترة استضعاف لكن ذلك دليل على قرب نهضة الأمة نعم حسب البشريات التي جاءت نعم لن يدوم هذا أبدا فأحوال الدنيا لا تدوم الدنيا كلها متقلبة نعم فضلات شكرا